ديوان المحاسبة استقلالية تامة ومحط أنظار الدول المتقدمة قانون إنشائه كان ولا يزال خيرا عكاس لبعد نظر المؤسسين بعطائه كافة الصلاحيات الرقابية والمحاسبية التي تمنحه القوى لبحث مكامن الخلل في مصروفات مشاريع الدولة بهذه الكلمات عبر نائب رئيس الديوان عن أهمية هذا الصرح في الذكرى السابع والخمسين لإنشائه مستفكرا الخدمات التي قدمها المؤسسون ومثمنا الجهود المتعاقبة لتطوير الجهاز كل احتزاز وتقدير نستذكر يعني أولئك الرجال المؤسسين الأوائل عندما أرسوا قواعد العمل الرقابي بالكويت من خلال الاستقلالية التي وغبوها للديوان أو للجهاز من خلال مواد الدستور من يطلع على محاضر المجلس التأسيسي والحوار الذي تم بين أعضاء المجلس التأسيسي سواء من الجانب الشعبي أو من الجانب الحكومي يجد الحرص المتنامي بين الطرفين في تأكيد على استغلالية هذا الجهاز ما يبنى اليوم هو على تركة استلمناها ثقيلة كبيرة من الإنجازات من الأعمال أرسوا فيها كثير من القواعد الرقابية تستند بالدرجة الأولى على الاستقلالية ترتجي بالدرجة الأولى على المهنية وهذا أعطى الديوان بعد كبير وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة أكد استمرار الديوان في خططه التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل ومواكبة الدول المتقدمة رقابيا نحن الآن انتغلنا من الثلاثين بالامية كنسبة عاملين إلى ستين بالامية واليوم نحن واصلين ثمانين بالامية والأعمال قاعدت تستمر وإن شاء الله مع عودة الحياة الطبيعية إلى أمية بالامية إن شاء الله سيمارس الديوان كافة أعماله ومنها هناك خطة استراتيجية 2021 إلى 2025 فيها العديد من الأهداف التي تهدف إلى تطوير وتنمية العنصر الفني وكذلك تطوير مخرجات الرقابية التي يقدمها ديوان المحاسبة ويعد ديوان المحاسبة دراء الرقابية لمجلس الأمة لبحث كافة التجاوزات في الجهات الحكومية حيث يختار البرلمان في جلسة خاصة تسمية رئيس الديوان بعد ترشيح من رئيس مجلس الأمة لتلفزيون المجلس حمد النبهان